السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي فيديو جديد على قناة المسفيوية اليوم نشارك معكم الخبز الماوي أو خبز الماء أو المخنفر كما نسميه كي يجي هائل كي يجي رطب سهل في التحضير بمكونات بسيطة ومتواجدة في كل بيت نوجده الكسكروت وللدية في ديوننا وصفة مغربية تقليدية كنتمنى الفيديو يعجبكم وتشاركوه مع الأصدقاء والأحباب ديالكم ما تنسوش الضغط على ذلك الإعجاب إلي عجبكم الفيديو بغتاجيه مع الأصدقاء والأحباب ديالكم ندوزو المقادر والطريقة في نفس الوقت بالنسبة للخميرة الفورية قدرت معلقة ونصف لأن الجو باد معلقة صغيرة معلقة كبيرة ديالسكر سانيدة ومعلقة معامرش ديال الملح ملح حسب الضوق معلقة ديال الحليب بودرة بالنسبة للطحين قدرت جوز ليف ديال الطحين الفورس وجوز ليف معامرينش ديال الفينو يعني الفورس يكون كتر من الفينو يعني 500 جرام ديال طحين ديال الفورس 400 جرام ديال طحين ديال دقيق القمح الممتاز ضفت جوج خمارات وزن 7 جرام في كل وحدة نخلط الخليط بالمدافئ مما يكون دافي لأن الجو بارد ضروري هذه اللجينة خاصة خمار هنا الإناء عندي صغير انا نحاوله وعن نضيف إناء كبير من هذا لكي نتحكم فيه مزيان نضيف تقريبا لتر ونصف ديال الماء دافي وكن نخلط بسرعة لكي لا يتكونوا يدوك تكتولات كتر بالنسبة للأخوات اللي بغي يدروف الخلاط المتحدث بالنسبة للخليط يطحن الخليط بالنصف ويطحنه بسيط حتى يحصلوا على فقاعات اللي تبين على أن الجو بارد تخلطت بسيط انا سأديره غير ببغي مكسر نطحنه ممتاز حتى نحصل على عجينة تكون مقاس حاش او مرطبه او مخفيفه بزاف ونحصل على العجينة يكون في هادوك الفقاعات اللي كتدلي على ان العجينة رات خلطت مزيان وبحالة الدلكات هاد خبز الماء بالنسبة الاخوات اللي بغي يدروه بالفورس بوحده راح ساووك يجيزوين بالنسبة للمعلقة ديال الحليب المجفف كتعطي واحده الماء داقزوين وكتخليها ارتب كتعاون انه يجي ارتب كنبقاء نطحن في هاد الخالط ديالي وليش تقاسح بزاف كنزيد واحد شوية ديال الماء ما يكونش خفيف بزاف ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش قاسح هتشوفوا القوام دياله من بعد ما خلطته يخص يكون هاد الفقاعة الضروري يكونو شي يبال لكم على انه يعطيكم واحد الناتجي زوينة والقوام دياله ركي يكون على هاد الشكل من الاحسن ما تقسحوش بزاف باش تحكموا فيه مني طيب رابع مني كي يخمرها ثم هنا ركي عقاد هنا ركي خليتوه تختامر لي ورا فوت فينيت الخمورية لاني ما كنتش مسالية وخمر لي ودبا كننهزز في العجينة ونحط باش اه 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 اطيح ليا دياله خميرا شوية شوية في ميقلات اه دياله اه دياله البغرير ما تكونش كتلصق كندير شوية ديال الزيت زيت المائدة العافية ما تكونش مجاهدة بزاف كان هز واحد المغرفة عامرة خص هاد الخبز ديال الماء ما يكون شرقيق يكون شوية غليد يكون احسن كنخلي حتى كنتش فيها العجينة من الفوق ما تبقاش فيها العجينة من الفوق هالي كنقلبها وماني كنقلبها هالي كندير شوية ديال الزيت ما نديرش الزيت من فوق من العجينة ونقلب باش ما يطرش عليا الزيت لقدر الله يطلح ليك على يديك وعلوشك هنا يرى بديد كنطيب فيه يجي محمر يجي يرطب بالنسبة للأخوات اللي ما بغوش يطيبه بالزيت بزاف غير يدهنه المقلة مني كنقلب هاد الخبز نخليه شد واحد شوية بحل هاد الشطايقة اللي ادرت عدفش كننحركه كندير واحد شوية ديال الزيت في الجوانب وكندن ندور في العجينة على هاد الشكل باش هادك الزيت كيمشي ديال في المقلة كاملة ويجيني هادك يجيني هادك يجيني مخنفر يجيني محمر من نسبة للأخوات اللي بغو يديروا المقلة صغار من هاده اه من الاحسن يكون عدوه مقلة صغار من هاده باش يجيوا صغار ومقدرين انا توفرات عدي هاد المقلة كبيره كاملة لا يطالج اقيps وجدع ويدرفع شوية الزيت ويطيب عادي. روخاتك تشوفوني كان هزل العجينة كثيرة ربما كيجيش غليد نهائيا. يجي مخرج خامر ومدلوك. بدون مجهود. يجي اكتر من رائع. كان استمر كان طيب العجينة كاملة اللي بتبقى عدي. ولبنتي المقلة سخنات بزاف راني كان نقص البوطة. وضروري كان نحرك المخمارة من جميع الجوانب باش تحمر ليا. من الاحسن يجي غليد واحد شوية. كيجي اه احسن من منك يكون رقيق. كيتقدم مع كويز دي الاتاي هو سخون. ندهنون باش مما بغينا. كينا كندلقوه غير بيدينا وكيشد لنا واحد شوية ديال الوقت واحد المجهود. دباف الخلاط الكهربائي سهل اه الامر. وماني كنكمل الخليط ديالي كامل. كيكون على هاد الشكل. كنقدموه مع اه اللي بغيتي العسال والزيت. ولا زبدبلدية. كيجي مشفنج وكيجي مخرج بحل البغرير. كيجي اكتر من رائع كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. وتشاركوه مع اكبر عدد من الاصدقاء والاحباب ديالكم. ما تنسونيش مني لايك ومن التعاليق. الرائعة ديالكم. بدومتم في رعايتي الله وفي فيديو اخر ان شاء الله. ترجمة نانسي قنقر